بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بعد أوهام المؤلفين والمحاققين فيما يتعلق بالإمام السيوطي جلال الدين وتراثيه الثمين من ذلك ما جاء في الفتاوى الكاملية في الحوادث الترابلسية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان عليه سحائب الرحمة والردوان الشيخي العالم العلام الحبر الفهم الشيخ محمد كامل بن مصطفى بن محمود الترابلسي الحنفي رحمه الله تعالى قال فيه وقد نظم الشيخ عبد الباقي الحنبلي 13 ممن يجري عليه الأجر بعد الموت على ما جاء في الأحاديث فقال إذا مات ابن آدم جاء يجري عليه الأجر عد 13 علوم بالثهم وذكر يعني ستة أبيات والحقيقة أن أصل هذه الأبيات للعلامة السيطير رحمه الله تعالى وهي شهيرة جدا عنه وإنما استدرك عليه العلامة عبد الباقي الحنبلي وعدل في المطلع فقط والله المستحن وعادت العلماء في مثل ذلك أن يقولوا أن الأصل من نظم العلامة السيطي خاصة أن أغلب الأبيات السيطة هي من نفس نص الإمام السيطي وإنما فقط استدرك عليه العلامة عبد الباقي شيئين نعم شيئين لأن أصل السيطي كان قال عشري وقرن بين وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناه محل ذكر فجعل الثنين واحدا ففصلهما العلمة عبد الباقي وزاد ثنين الشهيد ومن سن صالحة ليقفى الله المستعان وجل ملا يشهو ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وعطعنا وفلنا وبيدينا والشيخنا والمسلمين آمين اشتركوا في القناة